اشتركوا في القناة اليمني من البضاع والخدمات بلغت مليارا وثلاثمية وخمسة ملايين دولار مقابل سبعة مليارات وثلاثمية وواحد وثلاثين مليون دولار قيمة واردات من البضاع والخدمات للفترة ذاتها ويمر الاقتصاد اليمني بظروف حارجة للغاية اذ وصلت معدلات التراجع التراكم في المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية الى اسوأ مراحيلة في ظل الحرب الجارية وتعاطل الانشطة التجارية تزداد هوة العز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري للبلاد كشفت دراسة مسحية حديثة عن ان ستين بالمئة من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تفكر جيدا بنقل الرؤوس اموالها جزئيا او كليا الى خارج اليمن بسبب التضييق والابتزاز الممارس ضدها من قبل مليشية الحوثية وتشير التقديرات الى ان 73% من الشركات العائلية اسسوا مشاريع تجارية في الخارج ويؤكد مراقبون ان المليشيات الحوثية تمكنت بممارساتها غير القانونية من تمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عقود لتصنع قطاعا ضفيليا يقوم على حساب اسماء تجارية كبيرة لها اسهاماتها في العملية الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق ابدا مدير عام صندوق الكويتي استعداد الصندوق لمساهمة في تمويل خطة عادة الاعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن بما في ذلك دعم القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة في اطار تعزيز الاداء جاء ذلك خلال لقاء الوفد الحكومي على هامش الاجتماعات السنوية المؤسسات المالية العربية المنعقدة في دولة الكويت ياتي هذا في وقت نسان فالصندوق الكويتي دعم المشاريع التنموية في اليمن تحتضن العاصمة الصينية فعالية المنتدى الثاني لمبادرة الحزام والطريق ومشاركة 150 بلدا بينها بلادنا تحت شعار التعاون بين الحزام والطريق تشكيل مستقبل مشترك اكثر اشراقا الرئيس الصيني اكد ان هذا المنتدى يعد منصة لرسم خريطة جديدة بما يدفع الحزام للتقدم نحو التنمية عالية الجودة مع التمسك بالتشاور والحوال بين الدول مبديا استعداد بلادي بناء ممرات برية وبحرية وطرق السريعة ومواصلة منح القروض الخاصة وانشاء الصناديق الاستثمارية وسنادات خاصة للطريق لتمويل المشاريع التنموية في الدول خصوصا الفقيرة والسائرة في طريق النمو واخيرا يشهد المعدن النفيس في اسواق الذهب اليمني يشفى استقرار نترى التحسن النسبي للريال اليمني امام العملات الاجنبية التراوح سعر جريها الذهب 155.500 ريال للشراء و151.000 ريال للبيع فيما تراوح سعر الجراء من عيار 21 الأكثر رواجا في اليمن ما بين 20.500 ريال للشراء و18.800 ريال للبيع بينما تراوح سعر العيار 18 ما بين 16.800 ريال للشراء و16.000 ريال للبيع هذا وتختلف اسعار الذهب المحافظة الاخرى بفارق لا يتجاوز الالف ريال ترجمة نانسي قنقر